كيف يدعو كل هذه الحيوانات الموجودة؟ جميل جدا يا أخ نزار لازم نفهم حاجة في الخلق الكتابي أن الله خلق كأجنسه 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 بمعنى أنه مثلا لو فيه 200 نوع من الكلاب ربنا ما خلقش 200 نوع من الكلاب في اليوم السادس لما خلق دبابات الأرض وخلق الزئب والذئبة اللي هما رأس عائلة الكلاب اللي فيهم الجينيتيك ماتيريال اللي تتحول إلى 200 نوع من الكلاب عبر الزمن فالله لما أدخل الحيوانات إلى نوح أدخل الحيوانات رأس العائلة وبعدين لما يتكثروا بعض الطفان هيكون عندنا التشكيلة اللي احنا شايفينها ده نمرة واحد نمرة اتنين الرب هو اللي أحضر الحيوانات إلى نوح فهو مش محتاج يطلع يستطدهم والرب ليه سلطة على الخليقة اللي عملها فاكن لما الرب يسوع قال البطرس روح استطاد سمكة وهتجد فيها استارا وتتفع ده أمر الرب تمام فالرب الخالق ده ليه قدرة على الخليقة بتاعته فالرب هو الأحضر رؤوس العائلات دي كأجنسيها 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 إلى نوح اشتركوا في القناة